تتواصل فعليات الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وشهد المعرض إقبالاً كبيراً من الجمهور من مختلف المحافظات والفئات حيث تخطى عدد زوار المعرض نصف مليون زائر منذ يومه الأول يوم جديد داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين ليكون الإقبال الشديد من الجمهور من مختلف المحافظات والفئات هي السمة الأبرز لهذا العرس الثقافي فعدد الزوار الذي تخطى نصف مليون زائر منذ يومه الأول يؤكد نجاح هذه الدورة بما تتمتع به من فعاليات فنية وثقافية ويعكس اهتمام الجمهور بالقراءة والمعرفة حاجة جميلة وحاجة مشرفة جدا وبنشكر في خامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا الحدث الراعي الثقافة في مصر واهتمامه بتنمية الثقافة وعي الشباب طبعا السياسة جميلة جدا سياسة الكتب والثقافة والحاجات دي كلها والاقتصاد والحاجات دي شفتها جميلة جدا وكفاءة كمان شفت جنسيات كتير من بلاد كتير طبعا نسبة الفعاليات المعرض أنا ملاحظ حاجة من أول ما جيت هنا يعني إن الاقبال السنة دي ما شاء الله يعني أكتر من السنة اللي فاتت يمكن ده بسبب تدعيات كورونا اللي كانت حصلة يعني ولكن الاقبال النهاردة كتير جدا مبارح برضو كان كتير جدا من أول يوم وفي قبال جميل كبير جدا أعتقد فيه كل المجالات يعني لو أي حد من الكبير للصغير بيلاقي الحاجة اللي هو مهتم بيها سواء مجال فني للأطفال حتى للكبار مجال ثقافي كل حاجة وحتى أنشطة ومسابقات وحاجات تفاعلية عظيمة صراحة يعني النهاردة مؤسسات محلية وعربية مختلفة تواجدت في هذه النسخة لتقديم خدماتها الثقافية والمعرفية للجمهور فهذا جناح المجلس القومي للمرأة يقدم ورشا تدريبية تعليمية للمرأة بالإضافة لدور النشر العربية التي تقدم التراث الثقافي لكل دولة وسط ترحيب بحرص مصر على تنظيم هذا المحفل الثقافي الأبرز في المنطقة والعالم ليخلق المعرض حالة من التبادل الثقافي والمعرفي أول سنة لنا أن نشارك فيه في معرض القاهرة الدولي جناح المجلس القومي للمرأة نحن جئين مراضي بتلات إدارات أو تلاتة بورتيشنز مختلفة حرف اليدوية دي كلها اللي بيقوم بيها سيدات مصرية من جميع المحافظات المختلفة وكمان نحن كمان مشاركين السنة دي بورشة عمل سيدات بتبقى ويرش عمل حيوية يعني بتتعمل on time في وقتها متخصصون بالكتبة العلمية الكتبة العلمية الموجهة للطفل نحاول أن نعمل شراكة مع الكثير من دور النشر البريطانية والأمريكية الكتب الدور النشر المميزة في العالم نحن تفاجأنا توقعنا أن يكون هناك مشكلة في المبيعات لكن المفاجأة كان يسار الحمد لله الأقبار رائع جدا 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 نشكر المنظمين الذين قاموا بهذه الظاهرة الرائعة جدا 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 ما شاء الله تنظيم جدا ممتاز كان فيه سهولة وتسهيلات جدا كبيرة في أنك تدخل الكتب في أنك تجهز في أن حضور الجمهور يكون بشكل سلس ما شاء الله هذا الزوار جدا كبير مع ذلك في سلاسة في حركة صراحة تنظيم رائع جدا وكمان فيه بلدان كثيرة بيعرضوا عن ثقافتهم ككتاب كاتقالية ووحيات دي فهذا حاجة كويسة لنا نتعرف على ثقافات مختلفة ونعرف ثقافتنا للناس برضو المعرض كرم الكاتب الكبير صلاح جهين باختياره شخصية هذه الدورة ليكرمه الجمهور أيضا بأن تكون أعماله الأكثر مبيعا لتؤكد العمية المصرية أنها أحد أدوات القوى الناعمة في مصر التي يرتكز عليها المعرض هذا العام الذي تستمر فعلياته حتى السادس من فبراير القادم محمود جميل التلفزيون المصري